هلأ أقول عزواءك ودباس عزواءنا سعيك بيقولك المثال بقى أزواء بس بجوز ما كتير حباتها لأنه فيها باد بالعجينة فيه باد يعني خاصة البيدل ترابزونية أو بيدل بحر الأسود تجاي مدورة يعني مو شخطور مثل المتعارفة علية ببقى المناطق هيك تجاي مدورة ومحشيت يا مرحبا فيكم بحلقة جديدة من سيميتو شاي أنا سكينة إذا كنت بتركيا مقيم أو سائح وحاببت تجرب الأكلات المشهورة بهالبلد ما رح تغلب لأنه بين كل مطعم ومطعم في مطعم لهالأكلات لهيك تركيا بتشد المقيمين الأجانب أو السياح بأكلاتها المميزة والأطباء الخاصة فيها شو هي هالأطباق ومن شو بتتكون خليكن معنا لنعرف سات مرحبا سكينة كيفك؟ شو الأخبار؟ أنا اليوم جاية وحاس بحسابي أطلع بلش جرب كل الأكلات اللي رح تحكي عنها لأنه بصراحة أنا مش دايقة قبل أكل التركي أبدا في أكلات رح تكوني دايقتية خلال الحلقة رح تاركيينك دايقتية أنا بطبيعة الحال ما بتشجع أكل أكل تركي يعني ما بحب تجرب أكلات غريبة هلا أشوفي إنه فعلا في أكلات مو غريبة هي بس يعني مختلفة شوية عن اللي نحنا بنعمله ما نشوف بديك شهر لتخلصي بكل الأحوال ومنبلش بالكباب طبعا لاحظتي أكيد نور إنه المحلات اللي بتعمل كباب كتيري هون وطلب على هالوجبة يعني كبير من قبل الأتراك طبعا فيه كتير أنواع كباب بس الكباب المشهور بتركيا هو كباب أدنى إله مكاني خاصة هون هو لحم ضان مع ملح وفلفل بين شوع الفحم وبيتقدم مع خبز سميك اسمه بيدي ومع بصل وسماء طبعا كمان فيه كباب أورفا بس يعني تقريبا نفس الشي بس واحد بهارات وحدي أكتر من التاني طلعت بعرفة هي الأكل اللي كان أوقات بيحطوا مع هالوجبة برغول وأوقات بيعملوها صندويش وبصراحة بحطوه لك بالوجبة سيخ كباب صغير والباقي برغول بعض الأحيان لهيك ما كتير هيك بتستهويني هالوجبة هلا أنت كلية ع أصوله بمطاعم متخصصة فيها يعني مو بأي مطعم ومتخصصة بأكلات اللحم خاصة رح تغيري رأيك لأنه هاي المطاعم بتحط المقبلات على جنب بس وجبة الكباب بتاخديها بالوزن اللي بتطلبيه لللحم هلا إذا هيك الحكي منطقي لأنه بصراحة يعني نحن طالبين وجبة لحمة مو وجبة برغول وشم ولا الدوق مضبوط معك حق مانت هالأكلي بتشبه تقريبا بفكرتها شي شبرك عنا هو لحم مفروم بينحط بقطع عجين صغيري مقطع مربعات حجمون كتير صغير بيتسكروا بشكل هرم تقريبا وبينحط فوق لبن مع سلسة الفلفل الحد أو سلسة بنادورة عاد كل واحد بيتفنن فيها بشكل ما شفت حدا بيعملها مثل التاني هي للأصل هيك بتنعمل بس كل مطعم أو كل شخص بيعملها على كافه بالآخر صار أشكاله ألوان المانتو فعلا صاروا يتفننوا فيها مو مشكلة هنه بيتفننوا ونحن ندوق شي طيب هلا عصيرة الشاي الطيب عنديك وراء العين بقى وصار ما مثلا هلا لا يعني هاد عنا منو مو معقول يعني يكون أصله تركي لا هلا المطبخ التركي مو كتير بعيد عن المطبخ العربي أو السوري خاصة صح معك حق بس بيعملو بطريقة تانية غيرنا بلفوها مثل عنا وبتكون الحشوة الرز وبهارات مشكلة بس تحذري شو شو لا تقوليني بيعملوها حدي كمان لأنه بهاراتهم دايما حدي لا لا بس بمدينة ملاطيا بيعملوها بورق الكرز يعني نفس الطريقة بس بدل ورق العنب ورق كرز والله هاي أول مرة بسمعها هلا هاي الأكلة أساسا كانت مشهورة بمطابخ كتير يونانية وفارسية وعربية مثل ما بتعرفي وبلغارية كمان وغيرة كتير من المجتمعات اللي كان السارمة أو اليبرى يتواجد ع طولاتهم كأكلة أساسية والله هالأكلة تستاهل تكون عالمية نور ايو الله نيح هلا أنت حكيت شفت أنت حكيت إليه عنه طلعته بتعرفيها أكتر مني هلا مظبوط السارمة إلى تاريخ وفعلا من تشرب الشرق الأوسط بطريقة بكل مدينة أو كل دولة بطريقة مختلفة عن التاني فأكلة عالمية فعلا لحمة جون أو لحمة بعجين هي من أشهر الأكلات التركية ومن اسمها بتعرفيه أنه لحمة ناعمية على العجينة يعني لحمة ناعمية مفروضة على عجينة وبتكون هالعجينة رقيقة ما طلص فيه حل لعنا وهي مطعم الكباب أو أي مطعم عنده لحمة بيكون عنده لحمة بعجين بس هن بيحطوا معها بندورة وبهارات أكتر منها يعني أكتر من اللحمة مظبوط كمان بيعصرولها ليمون وجنبها بقدونة يسوب بصل ما بعرف ليش بس جربتها طيبي ما فيه شيء يعني أنا مو من الناس اللي بيحبوا أكلات اللحمة كتير والبهارات المبالغ فيها بس الناس بتعتبرها أكلي سريعة وطيبي طلبي ده كمان من الأكلات يلي ما بيستغنوا عنا الأتراك هي عجينة سميكة شوي بيحشوها لحمة فطر فليفلي جاج سبانخ بطاطا بيتفننوا فيها بس كمان ما لي فيها بصراحة أنا عموين مع رحتي بتلاقيها محلات بتعملها وأشكال وألوان بس أنا ما بفضلة بزوء شخصي أتبلي لا يولا بالعكس طيبة وبتشبه وع السريعة بتأكلها هلأ أكل عزوئك والباس عزوئنا سعيك بيقولك المثال بقى أزواء بس بجوز ما كتير حباتها لأنه فيها بيض بالعجينة فيه بيض يعني خاصة البيدل ترابزونية أو بيدل بحر الأسود تجي مدورة يعني مو شخطور متل متعارف علية ببقى المناطق هيك تجي مدورة ومحشي هلأ أنا بصراحة مو دايقتها بس هي بشكل عام بتنعمل بفرن حطب هنيك بيفقسوا عليها بيضة بعد ما تطلع مع هيك بيخلطوا البيضة مع الجبنة بيحطوها فوق العجين مشان تدوب ع حرارة الفرن صح ع حرارة العجين اللي طالع من الفرن مزبوط أكلي والله بتشاهي يا سلام مو منطق نهائيا تكوني بتركيا وما تدوب إسكندر دونير أو إسكندر كباب بعرف إسكندر أكيد بس تفاصيل ما بعرف هو لحمة فوق صلصة بندورة وتحت عجينة مسأسق بالصلصة وفوقه كمان السمنة بتشوها هيك سخنة يعني مزبوط بس ما عندي فكرة على الفرق بين إسكندر كباب وإسكندر دونير إسكندر كباب بتكون اللحمة مقطعة قطع وفوق الصوس بس إسكندر دونير بتكون اللحمة فيها مفرومة رقيقة هيك مثل الشاورمة وعسيرة اللحمة عندي كمان أكلي معروفة بتركيا اسمها تانتوني هي لحمة مترومة قطع صغيري كتير كتير ناعمة وبتتبهر بالفلفل للحد والبهارات وكتير ناس بيحبوها مع الخبز التركي وخس وفلفل وجنب عيران ممكن تنعمل بلجاج بنفس الطريقة هلأ بالمطاعم الشعبية كمان بحب الكبد المشوية مع عصرة ليمون بتشهي وكمان بيقدموا مع خضرة وفلفلة وإذا بدك عيران يمي لا هيصارت شهوني بقواعد إيه اسمها هون إزجارة جيار وفي مننا مقلة كمان إذا معمولي صح بيطلع كتير طيب ومختلف عن طبق اللي منعرفه عن الكبدي أو الجيار اللي منعرفه سوكينا الله يخليك يامت بده تخلص هالحلقة لقوم أخذلي شوية كبدي عوش باتت النار عوش باتت سكندر على لحم بعجين وحلي على لحم بعجين وحلي ببقلاوة شهيتيني هلأ انت يلتيا بقلاوة ماضل غير دايئة خاصة بقلاوة الفستو يلي هي رمز لمطبخ غازي عن تاب وفعلا أطيب بقلاوة بالدوئية بهاي المدينة هاي من الأكلات المشهورة بالشرق الأوسط كله وتركيا بشكل خاص هلأ صار فيك تروح تبلشب وجبتيك وبعد تحلي بقلاوة يلا قومي بسرعة خلاص قايمي وهون بتكون خلصت حلقتنا تورونا بموضوع جديد ومعلومات جديدة بتمنى تكونوا استفدتم من هالحلقة وإذا عندكن أي سؤال بيتعلق بالأكل بتركيا كتبونا أسئلتكن واقتراحاتكن على صفحات عناب بلدي بودكاست على فيسبوك انستجرام وتويتر فيكن تسمعوك الحلقات سيميت وشاي على أبل بودكاست جوجل بودكاست ساوند كلاود ستيتشر وأنغامي كنت معكن أنا سكعين المهدي من عناب بلدي بودكاست ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر